وصل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النايب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة فنون القتال المختلطة مؤسس منظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة اليوم للعاصمة الإماراتية أبوظبي وذلك لحضور منافسات النسخة الرابعة من بطولة القتال الشجاعة التي ينظمها اتحاد القتال الشجاعة المنبثق عن منظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي لرياضة الجوجيتسو وقد أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن سعادته الكبيرة باحتضان العاصمة أبوظبي منافسات البطولة والذي سيكون دافعا حقيقيا نحو دعم نجاح هذا الحدث الذي انطلق كفكرة بحرينية خالصة من العاصمة المنامة لتجوب أقطار العالم بهدف الترويج على قدرة مملكة البحرين في إطلاق المبادرات والفعاليات الرياضية الهادفة لدعم مختلف الرياضات وبخاصة رياضة فنون القتال المختلطة على المستوى العالمي والذي سيساهم في تعزيز مكانة البحرين على خارطة الرياضة الدولية وأكد سموه على ثقته الكبيرة أن تحقق هذه النسخة المزيدة من النجاحات التي تصب في مصلحة إبراز هذا الحدث مثمنا سموه الجهود المتميزة التي يبدلها رئيسه وعضاء اتحاد القتال الشجاع لتنظيم البطولة متوقعا سموه في الوقت ذات أن تشهد المنافسات حضورا قويا من جانب المقاتلين المشاركين في هذه النسخة ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا